لقراءة أعمق في التطورات الميدانية في قطاع غزة ينضم إلينا في الستوديو أكرم عطلة الكاتب والباحث السياسي سيد أكرم أهلا بك معنا أهلا الاحتلال يتحدث عن مناطق يريد إخلاءها ومناطق أخرى آمنة مدى مصدقية ذلك في حين أنه يتحدث أنه استهدف أربعمائة موقع في القطاع أو هدف في القطاع يعني قطاع غزة هو ثلاثمائة وستين كيلومتر يعني أهلا أربعين كيلومتر والعرض يتراوح بين مناطق تمانية ومناطق ستة كيلومتر وربما تزيد قليلا إلى جنوب القطاع لتصل إلى أحد عشر كيلومتر في هذه المنطقة لكن هذه المنطقة ستة كيلومترات وهنا سبعة كيلومترات معنا أنه الحديث عن أربعمائة هدف هذا مسألة لا تصدق لأنه خمسين يوم من ضرب ما قبل التهدئة ويومين واحد وخمسين يوم من الضرب المتواصل جوا متين هدف تحكي عن عشرات ألاف الأهداف وبالتالي في منطقة صغيرة بهذا الحجم واحد واربين كيلو في معدل سبعة كيلو أو ثمانية كيلو يعني متوسط العرض هذه لا تحتمل كل هذا أربعمائة هدف هذا يوم واحد لا تجد بها يعني لا تجد وحاول أن أجد أربعمائة منطقة يمكن أن تضرب في قطاع غزة هذا يعني الضرب في كل المربعات إسرائيل بالأمس قسمت قطاع غزة بناء على الرغبة الأمريكية وليس ضرورة أن تكون صادقة قسمت قطاع غزة إلى بلوكات وطلبت من كل مواطن في قطاع غزة أن يحفظ البلوك الذي ساكن فيه الذي يقيم به لتبدأ بضرب مناطق وتحمل الناس مسؤولية ضرب هذه المناطق تحمل الناس مسؤولية موتهم معنا وستطلب من الناس المغادرة بالتأكيد الخارطة صعبة جدا إلى الدرجة الأهم من ذلك أن ترحيل تم من الشمال للجنوب حين قسمت غزة جنوب هذه غزة وشمال هذه غزة بمعنى أن هذه المنطقة الجنوبية أصبحت مكدسة جدا بالسكان يعني في اللحظة التي تخلي منطقة إلى منطقة لا يتسع وصلت كل مربع في هذه المنطقة الجنوبية يعني وصل لسعته القصوى بعدد السكان ليس هناك متسع ليس هناك ما يتسع بالأمس إسرائيل طلبت من هذه المنطقة المنطقة الشرقية بالنزوح والنزوح الغريب أنه نحو رفح لماذا رفح طبعا لأنه هذا يتقاطع مع موضوع التهجير تماما إسرائيل لم تغادر عقل التهجير الرغبة هذه الحرب هي مبرر إسرائيل لا تقاتل واضح أن حجم الضربات نوعيتها كثافتها سلوكها السياسي في العمل العسكري هو سلوك يذهب لأبعاد أخرى موضوع التهجير لازال قائم أن تذهب الناس لماذا لم تذهب لشرق خنيونس إلى المواصل مثلا هنا منطقة المواصل التي جرى الحديث أنه يمكن أن تكون منطقة آمنة وجرى تدولها مع الأمم المتحدة ومع ذلك لم تطلب منهم الذهاب للمواصل إلى رفع رفع اللي ربع مليون أصبحت بها تلت ربع مليون وبالتالي عندما يذهب الناس من القرى الشرقية ومن خنيونس إلى رفع هذا يعني أنهم سيدفعون الجدار بين قطاع غزة وبين مصر وبالتالي يصبح موضوع التهجير الحديث عن مناطق عازلة جرى الحديث عنها منذ بداية الحرب إسرائيل كانت تتحدث عن كيلومتر واحد من هذه المنطقة المنطقة الشمالية والشرقية لقطاع غزة كيلومتر واحد بطول هذه المنطقة هذا كله ستأخذه إسرائيل معنى ستجعلها عازلة يعني كان بإمكان الحديث عن مناطق عازلة هذه مناطق فارغة المناطق شرق غزة هي مناطق فارغة المناطق الإسرائيلية بإمكان إسرائيل أن تقيم مدن عازلة ومناطق عازلة كبيرة في المناطق الشرقية لغزة والحديث عن كيلومتر من منطقة عرضها ستة كيلومتر شيء كبير جداً سدس 15% الحديث عن 15% وإذا ما أضفنا الشمال بتزيد هذا يعني مصادرة 15% من أراضي قطاع غزة بينما الكيبوتسات هنا أقرب كيبوتس وهو الزيروت مدينة الزيروت 5 كيلومترات بمعنى أن كل الكيبوتسات التي تحض قطاع غزة من الشرق هي تبعد في إطار غلاف 10 كيلومترات يعني في إطار 7 كيلومتر 8 كيلومتر بإمكانها أن تقيم مناطق عازلة كما تشاء إذا كترغب لكنها تدخل قطاع غزة المسألة ليست مسألة أمنية بدليل الإسرائيلي وضع أهداف يعني لنقرأ الأهداف وحجم تعرضها الهدف هو إزالة حكم حماس من قطاع غزة تفكيك سلاح قطاع غزة وبعد ذلك ضمان تغيير الواقع الأمني في قطاع غزة كويس إذا أزلت حكم حركة حماس من قطاع غزة تمت إزالته وسلاح صودر من قطاع غزة طب لماذا تبقى المنطقة العازلة؟ بمعنى أنه يعني ما تطرحه إسرائيل يذهب حد التناقض الكبير إلى الدرجة التي تقول أن المشروع الإسرائيلي هو أكبر من ذلك هو مشروع تهجير لأنه 15% من قطاع غزة المزدحم أصلا كان كل التفكير الدولي كيف اتسع قطاع غزة لسكانه والأمم المتحدة قالت أنه لا يصلح للحياة أنه هو مزدحم و2 مليون و300 في هذه المنطقة أن يفكر الإسرائيلي بأن يأخذ لا مشكل هذا هذا ليس نهاية التفكير الإسرائيلي التفكير الإسرائيلي لازال قائما وهو مشروع التهجير شكرا سيد أكرم معطلة الكاتب والباحث السياسي لوجودك معنا في الستوديو شكرا لكم